أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم اليوم عن شخصية فريدة تميزت بخصائص ربما يقل من يتصف بها بين الحكام والزعماء ذلك هو حاكم أربيل مضفر الدين كوكبوري الذي اشتهر بخصائص بيزته عن سائر حكام عصره بل والعصور التالية أيضا ذلك أنه جمع في شخصه بين صفات نادرة قل ما تشتبع في إنسان فضلا عن أن يكون حاكما جمع بين شجاعة بالغة وفكر حصيف في مجال الحرب وبين صفات العدل وحب الناس والإلفة معهم والقيام بأنواع من الأعمال الخيرة التي يندر أن تفطن إليها أحد من حكام عصره شيء عجيب هذا الرجل كيف جمع بين كل هذه الصفات فكان أنمودجا واضحا للحاكم العادل الحاكم الذي يجمع في شخصه بين الشجاعة والقوة وشدة البأس والرأفة والعطف والشفقة على أبسط الناس تلك هي شخصية مضفر الدين كوكبوري حاكم أربل الذي لهج المؤرخون في عصره وبعد عصره بذكر محاسنه ومحاسن حكمه كتب عنه مؤرخون كبار ووصفوه بكل وصف جميل مضفر الدين كوكبوري وكوكبوري على فكرة كلمة تركية تعني الذئب الأزرق ووصف بهذا الوصف الغريب لشجاعته في الحروب وإلا فكان في قلبه من الشفقة والحنان ما يبعده عن قسوة هذا اللقب ولكنه كان في ساحات الوغى فعلا كما وصفه بالشجاعة ولد هذا الرجل عام 549 هجرية وكان أبوه علي بن بكتكين حاكما لأربل من قبل وتربى في كنف أبيه تربية عالية تدرب وهو صغير على شؤون الممهدة لتولي السلطة ودرس العلوم إلى غير ذلك وحينما توفي أبوه كان هو في الرابع عشر من عمره وهو ما زال في مرحلة الطلب ويعني ناء بمسؤولية حكم أربل وأقليمها وهو في هذا السن ولذلك كانت العادة أن يختاروا لمثل أولئك الذين يتولون السلطة مبكرين مربين أو مشرفين أو مرشدين يعاونونهم في شؤون الحكم وفعلا كان لهذا الرجل يعني اختير له مرب أو مستشار هو مجاهد الدين قايماز وهذا الرجل كان كفوءا ولكنه وقام بدوره لا ينكر ذلك ولكنه كان له مطامحه هو أيضا وبالتالي استطاع بعد حين أن يبعد مظفر الدين كوكبوري عن الحكم وأن يولي أخاه زين الدين مكانه في ما يمكن أن نسميه مؤامرة بيضاء يعني انتهت بإبعاد مظفر الدين عن الحكم واضطر أن يخرج من أربيل وذهب إلى الموصل وصاحب الموصل حق سلطان الموصل سيف الدين غازي الثاني ولاه تعويضا له عن أربيل ولاه حران فصار أميرا على حران بينما استقل أخوه زين الدين بحكم أربيل مكانه ولم يحدث شيء بين الأخوين ولكن حينما ظهر صلاح الدين الأيوبي وبرز دوره في توحيد بلاد المشرقي بلاد الشام ومصر لتكون جبهة ضد الصليبيين التحق كل من الأخوين يعني زين الدين وأخوه مظفر الدين بجبهة صلاح الدين وخاض معه معاركه وكان لمظفر الدين كوكبري هذا الدور المحمود والبلاء الحسن في جميع المعارك التي خاضها صلاح الدين ويكفي أن نقول أنه شارك ببسالة في معركة حطين الشهيرة وهو الذي نصح صلاح الدين في الخطة التي يتبعها هذا السلطان المجاهد صلاح الدين ضد الصليبيين في هذه المعركة ونصحه باستخدام يعني باللجوء إلى إحداث حرائق في الأحراش حيث تدفع الريح الدخان في وجه الصليبيين وبالتالي تربكهم عن المضيف المعركة ويكون الفوز إلى جانب صلاح الدين كان إذن عسكريا كفوءا وكان يعني مبتكرا في مجالات الحرب طارت شهرة صلاح مظفر الدين كوكبري في مجال الشجاعة حتى أعجب به صلاح الدين جدا وزوجه من أخته ربيعة فصار صهرا لصلاح الدين الأيوبي لا نود أن نذكر يعني أدواره العسكرية لأنها كثيرة كل معركة فيها صلاح الدين تجد فيها مظفر الدين كوكبري القائد المحنك الذي يؤدي دورا مهما في هذه المعارك حقيقة حينما توفي أخوه زين الدين ذلك الأخ الذي أخذ منه حكم أربل ولم يعترض يعني مظفر الدين تقبلها واللي هو اختير أن يتولى حكم أربل بعد أخيه فجاء إلى أربل وبدأ الصفحة جديدة لا تقل أهمية عن الصفحات السابقة العسكرية التي أظهر فيها براعته كما ذكرنا الصفحة الجديدة هي البناء والعمارة والإصلاح وهو جهاد آخر لكنه في مجال مختلف حقيقة أبدأ مظفر الدين في هذه الصفحة في أثناء حكمه لأربل يعني ما سماه المؤرخون غرائبة في أعمال الخير غرائبة يعني أشياء ابتدعها ابتكرها لم يفعلها حاكم من قبل رغم أنه كان يعيش عيش بسيطة ويرتدي أبسط الملابس لكنه كان قريبا جدا من قلوب شعبه على نحو فريد لفت نظر معاصره كان على سبيل المثال وهذا مجرد نموذج ربما سنأتي إلى أشياء أكثر أهمية إذا أكل أكل طيبة تنغصها لشعبه فأمر بتوزيع هذه الأكلة صنع هذه الأكلة وتوزيعها على أكبر عدد من الفقراء والناس يعني كان يحس بهذه المشاعر البسيطة التي ينجر أن يحس بها من هو في موقعه بالغ في إطعام الناس ولو ليست هناك مبالغة في هذا طبعا ولكنه قياسا بالنسبة إلى غيره بالغ في ذلك وفي إكسائهم كان يعني ولوعا في خلق المناسبات التي يطعم فيها الناس ويكسيهم بأنواع من الملابس والأقمشة واختار المناسبة المولد النبوي الشريف وهو أول من قام بهذا الاحتفال مناسبة لكي يقوم بأعمال الخير وكانت هذه المناسبة حقيقة احتفالا عظيما ذكره الرحالون وذكره المؤرخون كان ميدان الأربل وهو الآن الساحة التي فيها النافورات الكثيرة الجميلة التي تظهر دائما عندما تصور قلعة أربل وهي من مرافقها السياحية الآن هذا الميدان أصبح في كل مناسبة ساحة للقيام باحتفالات عسكرية واستعراضات عسكرية تظهر بأس الدولة وقوتها وفي نفس الوقت تنحر فيها المئات من الذباعح من البقر ومن الخراف ومن غيرها وتوزع الأطعمة واللحوم وغيرها على الفقراء في كل مناسبة كان يفعل ذلك لا سيما في مناسبة المولد النبوي الشريف وابتكر من هذه المناسبات ما أظهر مدى حبه لشعبه كلما علم أن ثمة من يحتاج إلى أي مبلغ أو أي خدمة سارع فأنفذ إليه ما يحل له مشكلته أو يوفيدينه إلى غير ذلك ولكن هذه الأعمال لم تكن أعمالا فردية إذ أدرك أنه إن لم تكن ثمة مؤسسات ترعى أعمال الخير فهذه الأعمال تنتهي بوفاة صاحبها وبالتالي فقد ابتكر أنواع من المؤسسات التي ترعى شعون الخير ولم يكن مسبوقا في أكثرها منها مثلا أنه أنشأ دارا للأرامل يعني المرأة حفاظا على كرامتها إذا مات عنها زوجها ربما لا تجد من يعي لها ما كانت تقيم فيه فأنشأ مؤسسة كبيرة معنية بهذا الشأن تجد فيها الأرمل الملجأ والعيش الكريم والتفقد الدائم إن كانت تشكو من مرض أو غير ذلك أنشأ دارا لللقطاء ومن يعني فكر في هذا يعني كل أولئك يعني المولودين الذين لم يكونوا يجدون أسرة تأويهم أنشأ مؤسسة كبيرة لأطعام وإيواء أولئك وحتى الذين هم حديثون الولادة يعني وضع فريقا من المرضعات لم تكن ثمة ألبان للأطفال يعني أو حليب للأطفال فريق من المرضعات كنا يقومن بأرضاع الأولاد أو الأطفال الذين لم تكن لهم أمهات وكان يتفقدهم بنفسه يعني كلما وجد فرصته ويقال أنه يوميا لنفترض أنه لم يكن هذا ممكنا ولكن في معظم أيام الأسبوع كان الرجل يده بنفسه يطمئن على المرضى من أولئك الأطفال ويتفقد شؤونهم لا يتركهم إلى مدير ربما يعني ربما يقصر في عمله كما نسمع في هذه الأيام وإنما كان يتفقدهم بنفسه أنشأ مؤسسة أخرى كأن تكون مستشفى كبير لأولي الأمراض المزمنة الذين لا يرجى لهم شفاء اندخلوا في المستشفى الاعتيادي فأنشأ دارا للمرضى بالأمراض المزمنة وكان يتفقدهم بنفسه يعني يكلف فريق من الأطباء برعاية هذه المؤسسة ويتفقدهم بنفسه لكل ما يحتاجونه من دواء ومن عناء وكل ذلك كان يفعله مجانا هذه المؤسسات لم تكن تتقاضى من أحد فلسا واحدا وأنما كان الرجل يتقرب بهم إلى الله ويخدم شعبه في هذا التقرب مثلا من جملة الأعمال التي يعني عني بها تشجعه للحركة العلمية كل ذلك لم يصرفه عن العلم وهو نفسه كان متعلما وكان متقفا فأنشأ مدرسة مهمة وكان يرعى العلماء وكان عصره عصر علماء كان العلماء يقصدونه يقصدون مجلسه كأنه مجلس ثقافي لم يكن مجلس حاكم يتحول هذا الحاكم إلى رجل مثقف يقصده الأدباء والعلماء ويشجع أهل العلم منهم بالذات من ذلك مثلا أيضا أنه أنشأ عددا من المنشآت العلمية دور حديث ودور قرآن ومدارس وغيرها وشجع هذا كله إن لم ينشئه فقد شجعه هذا كله كان يعني يمثل خلقا حقيقة يندر أن يشتأ في هذا يتفقد الأرمل والمريض ويرعى العلم ويرعى حركة التأليف وغير ذلك من أعماله المهمة أنه أنشأ المدرسة المضفرية التي نسبت إليه وهي من أروع وأفضل المدارس التي إنشأت في العراق في العصر الإسلامي وهي مدرسة رائدة حقيقة من الأشياء التي ينبغي أن نشير إليها أن الرجل كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي من أعمال هذا الرجل شيئا إلى يومنا هذا لا يسجله المؤركون فحسب وإنما يبقى شاهدا على دور هذا الرجل العظيم إذ أنه حينما أنشأ جامعه الكبير الجامع المضفري في خارج قلعة أربيل في منطقة معروفة الآن أنشأ في هذا الجامع مئذنة شامخة عالية لها سلمان متجاوران يعني تتميز بهذه القضية المعمارية النادرة في ذلك العصر مئذنة في غاية الجمال وغاية الذوق أنشأها ملحقة بجامعه مع أن الجامع زال مع زوال المنطقة السكنية التي أنشأ فيها هذا الجامع إلا أن المئذنة ظلت موجودة إلى يومنا هذا وتعد مرفقا سياحيا مهما في أربيل وشعارا لها هذه المئذنة أصبح الشعار المدينة التي أحبها مضفر الدين وخدمها بكل ما يملك من وقت وجهد ومال هذه المئذنة التي تسمى اليوم منارة مضفرية ويسميها الأهلون أهل أربيل يعني بتسمية محلية منارة تشولي يعني منارة التشول أو منارة الفضاء أو الأرض الخالية ذلك أن الحي الذي أنشأه خارج أربيل يعني تقلص أو هجر واندثر في عهود الظلام وفي العهود التالية فلم يبق من كل منشآته إلا هذه المئذنة التي ظل الشاهدة على عظمة هذا الرجل الفريد من نوعه الذي قام بكل هذه الأعمال التي تنأف يعني عن إنشائها أو يصعب إنشائها على العصبة من الرجال كان هذا الرجل حقيقة يعني فريدا بكل ما يمكن أن نصفه من التفرد وعلى أي حال حكم هذا الرجل نصف قرن حتى توفي رحمه الله وبقيت منه آثاره وكانت وفاته في عام ستمية وثلاثين للهجرة وكان في الحقيقة آخر الحكام العادلين الأقوياء الذين حكموا ليس في أربيل وحدها وإنما في المنطقة بشكل عام ولا نقول إلا أنه يستحق حقيقة أن نذكره نموذجا للحاكم العادل القوي النزيه المحب لشعبه المثقف الذي كان يفكر كل يوم ماذا يستطيع أن يفعل غدا ليسعد شعبه ويتذكر في كل يوم فئة ربما تحتاج إلى عونه وتحتاج إلى جهد منه ليخفف عنها ما أصابه أصابها من الزمان أعزائي المشاهدين إلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر